اشتركوا في القناة ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله وقاتكم بكل الخير نلتقي بكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحابي سورة باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ دكتور محمد صافي المستغان حياك الله دكتور حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام وفي تبارك وجزاك الله خير الجزاء لا زال الحديث في سورة الزمر لا أدري هي السورة طويلة أم نحن أطلنا الحديث فيها هي طويلة دوعا آياتها طويلة وآياتها طويلة صحيح تحتاج منها أعلى ثلاث حلقات تقريبا نسأل الله التوفيق مع أنها مكية صحيح صحيح لكن آيات المكية في العادة تكون مصيرة في العادة تكون مجزة لكن هي آياتها فيها نوع من الطول سبحان الله على كلنا القرآن لا يمل طبعا وإذا أخذنا في سورة الزمر عشر وعشرين حلقة فلن نو فيها كذلك حقها نعم توقفنا عند قول الله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي على علم عفوا على علم جميل بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه الآية توقفنا عندها في الحلقة الماضية لكننا في الحقيقة لم نعطيها حقها كما يقال بسبب ضيق الوقت فإذا ممكن نتحدث عن الإطار العام والمعنى العام للآية ثم نبدأ تفصيلها نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هذه الآية الكريمة تتحدث عن سنة من سنن أهل الكفر وعن صفة متأصلة متجددة في أهل الكفر بعدما تحدثت الآيات السابقة التي شرحناها في الحلقات السابقة عن عدد من صفاتهم من بينها ركز القرآن على صفتين صفة اتخاذ الشفعاء وصفة إذا ذكر الله وحده شمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون للأسف عندما يذكر الله تشمأز نفوسهم وتنفر من هذا الذكر وإذا ذكرت الأسنام تهش نفوسهم وتفرح وتسر هاتان خصلتان خصيصتان من خصائص أهل الكفر تفرع عنها هذا الكلام فإذا مس الإنسان ضر هو المفترض أو القياس فإذا مسهم ضر حديث عنهم لكن عبر عن الجنس بغالب أفعال أفراده لما قال فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا كفر وقال إنما أتت على علم هل هذا شأن جميع الإنسان؟ لا الجاحد الجاحد بينما المؤمن إذا خوله الله يزداد شكرا لكن ألا يدل هذا الأمر على أن يعني هذه الطبيعة بشرية في الإنسان؟ لكن الطبيعة البشرية عندما يأتي تعطي العقيدة الصحيحة والشرع السليم يضبطها يضبطها والطبيعة البشرية تنكر لكن ليس كل إنسان ينكر لذلك أنا أعجبني المفسرون يقولون عبر بلفظ الإنسان هو اسم جنس لكن بما يفعل غالب أفراده وهذا فعلا الآن عندما تقش البشرية الآن ثماني مليارات أرني كم عدد المؤمنين الذين إذا أصابهم خير شكر وإذا أصابتهم ضراء صبروا وأسندوا الأمر العدد قليل كثيرون في ديانات مختلفة كيف أقول يعني ينزعجون ينزعجون كما يقول وكثير ماهم وكثير نعم يعني أقصي يجزعون أنا أبحث عن الفعل يجزعون إذا أصابتهم ضراء يصيبهم الجزع وهذا غلط المؤمن ليس جزعا عجبا لأمر المؤمن إن أصابته أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بينما غير المؤمن يصعب فإذا مسى نحن توقفنا عند الفاء التفريعية كأنه يقول من حال أولئك الكافرين إذا ذكرت آلهتهم يصرون وإذا ذكر الله جل شأنه يشمع الزود يتفرع عن ذلك فإذا مسى أحدهم خير اطمأن به إذا أصابه ضر نسي ما كان يدعو وقال إنما أوتيته على إن بمعنى الله الذي كان يشمع الزود منه يدعونه في الضراء ولكن إذا أصابتهم سراء أرجعوها لأنفسه هذا يعني هذه حالة من أحوالي قل كل من عند الله قل كل من عندهم لا يفقهون هذا نضيف شيئا آخر ثم إذا خولناه ثم إذا أول فإذا مسى الإنسان ضر لا قبل خولناه دكتور إذا سمحتني أنا أريد أن أوقف عند قضية مسة نعم هذا الفعل الماضي مسة أحيانا المس نحن نعتقد المس المس نعم الذي هو مرادف لللمس لمس ومس ولمس مس ولمس وفيها اشتقاق لفظي كثير جميل طيب لماذا اختار هذا الفعل مسة مقل أصابه ممتاز ما شاء الله عليك جميل مسة ولمسة و أصابه و حل و وقعه كلها تتقارب صحيح المس يكون خفيف جدا جدا مستهم نفحة من النار لئن مستهم نفحة لئن أصابتهم أصابتهم تهلكهم لذلك كلمة أصاب من المصيبة لو قال فإذا أصاب الإنسان ضر بمعنى تصيبه مصيبة كلمة أصاب تستعمل فيه المصيبة المهلكة الرزية التي تعم وتضر كثيرا المس يكون خفيف و مع ذلك هنا فإذا مسه ضر لكن عرف الدكتور عدر عن المقاطع لكن قال مسنا و أهلنا الضر جيد لكن لو أصابنا أصعب 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 أصابتكم مصيبة الموت لم يقل مستكم مصيبة الموت أصابتكم دائما المصيبة أشد و الرزية أكبر لذلك في القرآن و لئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون مستهم لئن أصابتهم والله صعب جدا لذلك في المصائب الكبرى الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا حتى نتجلد و نتصبر و المس هنا بمعنى أصابه مس خفيف و كل ضر ولو كان شديدا هو بقياس قوة الله خفيف يعني نحن نعرف المس اللي هو من مرادفاتها اللمس طيب لكن هل تأتي بمعنى آخر يعني كثيرا ما تستعمل مثلا في مس الجن مثلا على سبيل المثال نعم مس الجن يمسسهم بسوء ما نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء المس من الجن يعني في القرآن موجود و المس هو كل التقاء بين جسمين بين جسمين لقيت بيدا بيد أو بجسم فهذا مس احتكاك الجن بالإنس هذا مس سمه أو حتى تأتي بمعنى الجماع كذلك حسب السياق كناية عن المعاشرة المعاشرة الزوجية نعم و و لم يمسسني بشر أي و لم يعاشرني بشر فالسياق الذي يحدد السلحة لكن بشكل عام هي تفيد مسا خفيفا طيب قال فإذا مس الإنسان ضر أي نوع من الضر المرض ضر الفقر ضر نكرة مطلق نعم مطلق فأي شيء يضر بشخص الإنسان فهو ضر جيد في هذه الحالة إلى أين يتوجه الإنسان الآية ستشرح ثم إذا خولناه نعمة أنا اللي عجبتني ثم ثم تفيد التراخي صحيح الزمني صحيح معناه قد يطول بعض البلاء فقط حتى نحلل القرآن قد يصيبك الله جل ثناؤه بمرض و قد تطول فترة المرض عليك أن تصبر ثم تدل على أن الميزان عند الله فيه صبر فيه فترة زمنية يتاج إلى صبر إلى مهلة و أنت عندما خمسون ألف سنة بقياس البشر هي يوم من أيام الله فلذلك إذا أصابك فقر و لم ترتفع عنك هذه المصيبة و دعوت لا تمل من السؤال و الدعاء بل عليك أن تصبر هذا في قضاء الله و قدره ثم إذا خولناه ما معنى خولناه؟ خولناه بمعنى أعطيناه حق أعطيناه وتفضلنا عليه دون استحقاق دون استحقاق دون استحقاق منه الفرق بين خول وأعطى أنت تعطي إنسانا قد يكون مستحقا لذلك العطاء و قد لا يكون مستحقا فإذا أنت تفضلت عليه فأنت خولته مالا خولته نعمة ثم إذا خولناه بدون مقابل بدون استحقاق من ذلك الإنسان النتيجة ماذا تكون؟ خولناه نعمة مالا قال إنما أوتيته قال إنما أوتيته على علم عوض أن يقول الحمد لله الذي كساني الحمد لله الذي رزقني الذي أطعم لا يقول إنما أوتيته أوتيته على علم لكن هنا قال إذا خولناه نعمة والنعمة مؤنث مؤنث بارك الله فيك و قال قال إنما أوتيتها شكرا قال أوتيته أتى بالضمير مذكرا صحيح الحديث أولا عن جنس من الناس وهو معظم المشركين والكافرين والطبقة التي تفرح وتجزع هذه الطبقة المشركة بالدرجة الأولى مادية و إنه لحب الخير لشديد تحبون المال حبا جمع هذه في طبيعة غالب البشر في طبيعة غالب البشر لا أقول كل البشر حتى لا ندخل الأنبياء ولا ندخل الصديقين الذين يستوي عندهم المال والتراب قال إنما أوتيته يقصد المال و المال نعمة أم ليست نعمة ممكن تكون نعمة جميل لكن في الظاهرة نعمة هو يقول ثم إذا خوّلناه نعمة نعمة نكرة جنس النعمة نعمة نعمة في المال نعمة في الصحة نعمة في العلم في الجاه في الأولاد في السلطان هذا الإنسان المادي لا يرى إلا المال يا سبحانه طبيعته المادية تراه ينظر مباشرة للمال عنده عشرة أولاد لا يهم عنده صحة و السلامة يعني اقتصر مفهوم النعم في المال لأنه مادي واضح جميل جدا أنك انتبهت قال إنما أوتيته تقول لك لماذا فسرته أو تحكمت في تفسيره بالمال نقول لك اذهب إلى قصرة القصص و قارون نطق بنفس الكلام إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم و آتينه من الكنوز ما إنما فاتحة لما لامه قومه و عاتبوا قال إنما أوتيته المال على علم عندي واضح إذن والقرآن يفسر بعضه بعضه طيب قال إنما أوتيته على علم على علم ما معنى على علم؟ أتي أوتيته على علم عندي تفسر بطريقتين ما في عندي هنا أنا جايك عند قارون في سورة القصص قال عندي لماذا؟ لأن قارون كان يعتد بعلمه الشخصي يقال في التاريخ إنه كان كيميويا وتعامل بالذهب والفضة والمعادن واستطاع أن يكسب مالا وفقه الله إلى كسب مال كبير فاعتد بعلمه البشري إنما أوتيته على علم عندي واضح؟ هنا لم يذكر عندي تحتمل معنى يوين قال إنما أوتيته على علم عندي بمعنى باجتهادي وثقافتي وكسبي نلت هذا النجاح والتألق لا إنما أوتيته على علم من الله باستحقاق له أوتيته على علم من الله بأنني أستحقه واضح؟ تحتمل المعنى يا نستاذ محمد لذلك هي مطلقة في الإنسان بشكل عام أما في سورة القصص خاصة بقارن تضحت لك السورة؟ واضح؟ على علم عندي أو على علم عند الله بأنني أستحقه الحقيقة والله قالك أنك لا تستحقه بكلمة خولنا خولنا تقول إنك لا تستحقه تفضل من الله جيد بقي أن أقارن لك ما معي الدكتور بس لو تعيد لي هذه النقطة فقط لأنه ما وضحتني بشكل جيد قال إنما أوتيته على علم تفسر عندي باجتهاد مني وعمل وكسب وأخذ بالأسباب إذن أنا الذي أوتيته ليس أن الله تخول علي وتفضل ما معنى على هنا؟ متضمن ماذا؟ أي معنى؟ على هنا؟ على علم بسبب علم أندي بسبب علم أندي شكراً يعني كأن تقول مثلاً عاقبت فلان على ذنب عمله بسبب ذنب على علم تفيد التعليل آآ طيب ما شاء الله عليك تتهتني للسؤال الدقيق لا 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 صحيح أنا نسيت أن أقول كل شيء أنا قرأتها في التفسير على تفيد السببية على علم أي بسبب علم عندي واشتهاد مني فحصلت هذا المعنى هذا معنى المعنى الثاني أوتيته على علم عند الله بأنني أستحقه يعني الله هو الذي اختارني لكن الله لم يختاره بدليل خولناه بدون استحقاق توهم هذا الأمر يتوهم أن الله اختاره ولماذا أنت غني يقول لا هو لا يعرف ستأتي القضية عالج أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذا الإنسان المادي لا يعرف أن الرزق وتوسعة الرزق وقدر الرزق تضييق الرزق هذه سنة إلهية هناك من يكون من أعلم العلماء ويضيق الله عليه لأنه وجهه إلى العلم طيب بل ضرابية ضرابية إبطالية إبطالية هي فتنة ما هي هذه معظم النعمة بل هي فتنة هذه الحالة التي جعله الله فيها من النعم يتبوأ فيها كما يشاء فتنة واستدراج فتنة وامتحان وبلاء ولكنه لم يجتزي البلاء يعني هل ممكن أن نقول من ضمن تفسيرها ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي هذه النعمة فتنة نعم بل هي نعمة تعود على النعمة تعود على الحالة التي هو فيها فتنة واستدراج وابتلاء وامتحان من الله إبطال لكلامه كأنه يقول بل إن كلامه خطأ ونعمة التي خولناه إياها فتنة لننظر والله عليم أَيَشْكُرُوا أَمْ يَكْفُرُ أَيَشْكُرُوا أَمْ يَكْفُرُ ثم قال وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون طيب لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون أكثر من؟ أكثر الناس لأن كلمة الإنسان تعدل على الجنس البشري أم أم يقصد أكثر هؤلاء الذين يعملون هذا العمل لا أكثر الجنس البشري بدليل على أن الإنسان تفيد الجنس أقول 8 مليارات 9 مليارات أكثرهم لا يعلم ماذا لا يعلمون لا يعلمون أن التخويل استدراج لا يعلمون أن تخويل المال وتوسعة المال أحيانا استدراج وابتحان والمؤمن قد ينجح فيه وقد لا ينجح لا يعلمون أنه وَأُمْ لِي لَهُ مِنَّكَ ايْدِي مَتِينَ بارك لا يعلمون سُنًا الله في المال لا يعلمون أن الأيام دول بارك الله جيد بقي أن أضيف شيئا قال إنما أوتيته الفعل مبني للمعلوم أم للمجهول مجهول للمجهول هذا الإنسان المادي يعتد بالمال لا يهدم من أعطاه من أين جاءه لا يهمه من أعطاه المال من عنده المال إنما أوتيته كأنه يقول أنا لا يهمني من أين جاء المهم عندي المبني للمجهول يفيد هذا تعال إلى سيدنا سليمان المتأدب مع الله في صورة النم وَفَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرُ مِمَا أَتَكُمْ لم يقل ما أوتيت ويضم النائب الفاعل ولا يذكر الفاعل الحقيقي وهو الله سليمان أكثر أدبا بل هو متأدب مع الله قال فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ بينما هذا المادي إنما أوتيته قارون أوتيته واضح الفكرة واضح الفكرة لكن بعد إذا سمحت لي هنا إشارة ربما وإضافة إذا مس الإنسان ضر قال دعانا جميل لله مباشرة وعرف الله وعرف الله سبحانه وتعالى لكن حينما يأتي الأمر في مال جمعه أو نعمة جاءته قال أتيته أتيته لم يقل آتاني الله ما قال آتاني الله السوء أدب من هذا الرجل بالأسف بالأسف لأنه لو اعترف بأن هذا المال آتاه الله إياه لما وقع في هذه لما وقع في هذه الحالة من الكفر لأنه يدعو الله في الضراء وينكره في الصراء نسر الله العفو الله آمين يا رب قد قالها الذين من قبلهم آه قد قالها تعود على ماذا هذه الجملة على هذه الجملة إنما أوتيته على علم قد قالها الذين من قبلهم من لديكم قارون أين مر عليك في سورة النبل قرآن دقيق سبحان الله قد قالها الذين من قبلهم قارون وامساد قبلهم تاريخيا حتى بعد تاريخيا قبل وفي القرآن قم مرت عليك يا أخي حتى لأن القرآن فيه تناسق دائما لما الله جل جلاله رتبه من الفاتحة البقرة آل عمره هكذا اعلم أن الله يريد أشياء وأنا ذكرت لك معلش نفتح زاوية في سورة الأعراف وَوَاعدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تتقل من وين أربعين ليلة اقرأ سورة البقرة قبلها وَوَاعدْنَا مُوسَى ثلاثين ليلة وأتمم لها بعشر ثلاثين زايد عشر كام أربعين لما نجي الأعراب نقرأه أربعين فقط لا نعيد الكلام في القرآن في حكم في تناسقه يا سبحانه الله طيب قد قالها قد للتحقيق قالها الذين من قبلهم قالوا جملة المقول هذه التي مرت علينا قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون مثل أبي لهب تماما فما أغنى عنه ماله وما كسب انظر أبو لهب ما تكافرا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من ماله بالله علي قارون وأمثاله ممن كسبوا أموالا طائلة ولم يعترفوا بالله وأنكروا إلهية الله كيف كان مصيرهم لم يغنى عنهم مالهم شيئا طيب يعني هنا كرس واضح الآية لكن كرست الآية هذه الحديث عن الكسب والكسب متعلق بالمال متعلق بالمال والكسب يظن صاحبه فما أغنى عنهم ما كانوا يعملون لا ما كان يكسبون لا يكسبون يفعلون ظنين أنهم يحققون من ورائه كسبا فما أغنى عنهم ذلك الكسب الذي حققوه في دنياهم يقول فأصابهم سيئات ما كسبوا آه هذه الآية الموالية نعم الآية التالية نعم والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين هذا قياس بقياس كما أصاب أولئك المشركين الماديين الذين عاملوا الله بمعيارين مزدوجين يعني يعاملونه في الضراء غير في الصراء وإذا أصابهم بلاء ذهبوا وتضرعوا إلى وإذا أصابتهم صراء نسبوها إلى أنفسهم وقالوا المال أوتيناه على علم عندنا فأصابهم سيئات أي أصابت أصابهم جزاء سيئات كسبوها هل هنا أصابهم الفعل الماضي بمعنى سيتحقق سيصيبهم نعم بارك الله فيك يعني يوم القيامة هذا الكلام لا انتظر لا هنا لا فأصابهم سيئات ما كسبوا في الدنيا في الدنيا في الدنيا لأن هنا ما زلنا يتحدث عن حياة أما سيصيبهم يوم القيامة نعم سيصيبهم هنا أصابهم سيئات ما كسبوا كل كافر لم ينفق بسبيله ولم يعترف بإلهية إلا يندم الندم الأسود قبل موته ويحل به البلاء وثم من باب ويوم القيامة له عذاب كذا وكذا نعم فأصابهم جزاء سيئاتهم لا أنا أعجبني السؤال أصابهم سيئات أصابهم جزاء سيئات واضح في الدنيا وفي الآخرة وتلطبق على الآخرة أستاذ محمد لكن أقول الحديث عن حالة من حالات الدنيا ثم يقول لك دقيقة لماذا لذلك جاء الفعل بالمذكر ما قال أصابتهم السيئات قال أصابهم جزاء السيئات نعم لو حتى في اللغة العربية يجوز يجوز إذا لأن السيئة مؤنث مجازي مجازي نعم لأن مؤنث مجازي أول يجوز وهم فاصل أصابهم الفاصل عندما يفصل بين الفعل والفاعل يجوز التذكير والتذكير جاءهم البينات جاءتهم البينات شكرا لكن لها معنى من جزاء من جزاء يقول فأصابهم سيئات ما كسبوا نعم ولزال الحديث عن الكسب نعم والذين ظلموا من هؤلاء والذين كفروا وجعلوا الإلهية في غير محلها من هؤلاء من هؤلاء من من؟ من المخاطبين جيد أنا أقول لك شيئا والذين ظلموا من قومك ألا يجوز والذين ظلموا من المشركين لا والذين ظلموا من هؤلاء أشار إليهم لماذا استعمال اسم الإشارة هنا؟ ليفيد أنهم بظلمهم أصبحت شخصيتهم بارزة معروفة يعرفهم الجميع والذين ظلموا من هؤلاء ظلمهم بي واضح أي ظلم ظلم وضع الإلهية في غير محلها ظلم الشرق فكل إنسان يرى ظلمهم ويشير إليهم فهؤلاء إشارة لقوم محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين بالغوا في الإنكار وفي الجحوت طيب والذين ظلموا يقول من هؤلاء نعم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين سيصيبهم هذا تسويف جزاء سيئات جزاء سيئات ما كسبوا في الدنيا والآخرة قولا واحدا في الدنيا أصابهم القحط في الدنيا أصابهم التعذيب يوم بدل والقتل وفي الآخرة سيصيبهم عذاب أليم وبعد ذلك إضافة وما هم بمعجزين بمعنى وما هم بفائتين وما هم بغالبين الله وما هم بمعجزين أي وما هم بمعاجزين الله هل يستطيع هؤلاء أن يعاجزوا رب العالمين فهنا يعني تفيد أن أمر الله واقع لا محالة فعلك الله فيك وما هم بمعجزين يقول أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نعم إن في ذلك لآيات لقوم ليس لهم وإنما لقوم يؤمنون ممتاز الآن تقرير سنة من سنة الله تقرير سنة وهي سنة بسط الرزق سنة بسط الرزق وقدره وتضييقه هذه سنة إلهية الله يؤسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لعلم يعلمه ولحكمة يعلمها أولم يعلموا استقولوا لأولم الواو ماذا تفيد الهمزة همزت استفهام استفهام والواو عاطفة 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 على أي فعل قبل قال فأصابهم سيئات ما كسبوا لما انتغى من مناقشتهم والحديث عنهم قال أعاموا ولم يعلموا أغفلوا ولم يعلموا أتناسوا ولم يعلموا قدر كما تشاء هي معطوفة على فعل محذوف يدل عليه السياق أعاموا ولم يعلموا ولم يدركوا سنة البسط والتضييق أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أحيانا تأتي له وأحيانا يحذفها إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون بأن هذا الكون تحكمه سنن يؤمنون بأن الله يوسع على من يشاء ويضيق ويقدر على من يشاء وفق علم أزلي هو أعلم بعباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذن هذه الآية تقرر سنة توسعة الرزق وقدره ولو جعل الله الناس أمة واحدة أستاذ محمد لا اختلفوا لو جعل الله كل من في الكرة الأرضية أغنياء الحياة لا تمشي الحياة تمشي بالغني والفقير بالكريم والبغيل بالحاكم والمحكوم بالعالم والجاهل يعني السنة الله في الخلق أن تسير الإنسانية هكذا وعليك أنت أن تشتهد أن تكون من المؤمنين المنفقين إلى غير ذلك فهم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بأن هذا الكون تحكمه سنة واضح هذا الذي أريد طيب هنا قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزقه جميل استعمل يبسط من بسطة نعم ولم يقل يزيد في الرزق ولم يقل يمد في الرزق ولم يقل يرزق من يشاء وفيه يرزق من يشاء لكن قال يبسط الرزق ما معنى يبسط الرزق يبسط الرزق بمعنى يوسعه لأنك عندما تبسط الفراشة وسعه يكون الفراش مطويا فإذا بسطته وسعت المكان فهو استعارة استعارة يوض أن يقول أولم يعلموا أن الله يوسع يرزق قال يبسطه والبسط دائما فيه الساعة لكن القصد أنه الرزق هو الرزق نعم الرزق هو الرزق صحيح فقد يكتب لإنسان رزقا معينا ولكن لا يبسط لكن نحن يتكلمون من البداية أستاذ محمد من البداية ما أدراك أن فلان وسع الله رزقه أو ضيقه رزقه قد يأتي واسعا وقد يأتي ضيقا قد يكون هذا الرجل فقيرا وفي الأزل كتب أنه يمر بمراحل ثم يوسع الله عليه واضح؟ أنت في البداية والنهاية لا تعلم النتيجة الله يعلم صحيح هذا كان لكن أليس الرزق مكتوب جميل وأليس الرزق معلوما عند الله سبحانه وتعالى فإذا كان الرزق مكتوب وكل شيء معلوم فإذن كيف يبسط الله سبحانه وتعالى الرزق؟ الرزق المعلوم بالنسبة لهذا هو الذي وسعه الله له من البداية أستاذ محمد قطلق لا تفهم أن رزق كذا ثم يوسعه ثم يذيقه لا عندما تجد إنسانا مرزوقا وموسعا عليه هذا كتب الله له بسطة في الرزق وعندما تجد إنسانا فقيرا لا يملك من الدنيا ناقيرا هذا كتب الله له تضييقا في الرزق من البداية الله يعلم أم لا يعلم جل جلاله لذلك هو سنة التوسعة والتضييق هذه سنة إلهية جيد هل هي خاصة بالمؤمنين؟ الله يقول لا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا على أحد الفعل هذا نمد ورد هنا في هذه السورة مد في سورة الزمر كأنه مر عليه أنا الذي قرأتها الآية في سورة الإسراء كما تعرف كلا نمد لكن كأن هذا الفعل مد مد أيضا وسعا وبسطا نعم صحيح يمددكم إلى غير ذلك نعم طيب يقول قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء الله آه طبعا أو لمن يشاء هو هو فيسعى لو كانت لمن يشاء هو كان كل العالمين الآن أغنياء كلنا يسحبون المال ويجتهدون لكن ما يأتيك إلا ما كتب الله لك صح لمن يشاء هو جل جلاله هو أعلم بما يصلح هذا إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله لو أننا قلنا لمن يشاء هو كل الناس يشاءون الرزق لكن لا ينالون إلا ما كتب الله لهم واضح فلذلك قولا واحدا بدليل الله الذي يمسط طيب لماذا حين البسط قال لمن يشاء وحين القدر لمن يشاء ما قال جميل ما دائما الأول يدل على الثاني لكن ألا يعني هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لأنه في بسط الرزق نعمة والناس تفرح ببسط الرزق لكن في التقدير ماشاء الله عليك انتباه جميل يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء لكن لم يذكرها الأول يدل على الثاني ولكي لا يجتمع ما يشاء الله مع التقدير مع التضييق لم يذكر ممتاز ملحوظة جميلة مع أنه في غير موضع ذكرها يقول يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر له على حسب السياح لا لا في سورة الفجر قدر عليه رزقه قدر عليه رزقه بارك الله بلس يتطلب ذلك طيب قال أولا يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء جل في علا ويقدر عليه نعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون بالسنن التي تحرك الحياة بالنوميس بالقوانين القانون في حياة من اجتهد يرزقه الله ومن تكاسل يحرمه الله لكن مع ذلك الرزق في البداية والنهاية يقدر الله تقديرا سبحانه ولابد من الإيمان وإسناد جيد أنت سألتني سؤالا بما أن الرزق مكتوب ومعلوم فلماذا الاجتهاد هذا ورد السؤال على رسول الله قال اعملوا كل ميسر لما خلق الله أنا الآن لا أقول أجلس نقول الرزق مقدر مقدر علي أن أشتهد وما سيأتيك هو المقدر وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا وتروح بطانا وتروح بطانا فالتوكل موجود ولكنه ليس من باب التواكل من باب العمل والأخذ بالأسباب والأخذ بالأسباب طيب قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ربما يفهم مفاهم كذلك أنه من يعي هذه المسألة فهو من المؤمنين بالله طبعا من يؤمن من يعمل بهذه النظرية إذا صح التعبير السنة الإلهية السنة الإلهية فهو ممن يتصفون بالإيمان و قد آمن برب العالمين بأنه يحرك الكون و يسيره و يسخره وفق علم و حكمة أسند الأمر لصاحب الأمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذه آية عجيبة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقال هذه الآية يستحب قراءتها في حين حين الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى فيقرأ هذه الآية بالإضافة إلى آية و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة قرأت هذه المعلومة لا أذكر لا يريدونها بارك الله فيك هذه الآية يريدونها في أرجى خمس آيات في القرآن وبعضهم يجزم أن هذه الآية أرجى آية في القرآن أرجى الخمس يعني أكثر رجاءا تفتح باب التوبة تفتح باب الرجاء و المغفرة و الرحمة وبعضهم ولعلك تذكر في سورة السبأ أو فاطر عندما وقفنا عنده أظن سبأ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالموا لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقوا بالخيرات بإذن الله بإذن الله أولئك كلهم السابق البلخيرات و الظالم و المقتصد يدخلون الجنة هذه أرجى آية و شرحناها يومها لأن الضمير الجميع يعود على الجميع أولا هذه الآية أتت بعد حديث مطول عن المشركين خلاص موافق معي تخذوا الشفاعاء من أحوالهم إذا ذكر الله لا بدى لهم سيئات ما عملوا بعد حديث مطول عن المشركين دعني أقول بعد وصفهم وتعريتهم حتى أصبحوا ظاهرين صحيح أمام كل قارئ و أنت تقرأ سورة الزمر من بدايتها إلى الآن صلت البيان القرآني العدسة البيانية و وصف لنا خصائص المشركين في كثير من الآيات هنا هل يتركهم الله هكذا سدا هملا قل يا عبادي الذين أصدقوا تفتح باب الرجاء تفتح باب الرجاء طبعا كلمة عبادي هنا تعود على المؤمنين أم على الناس عامة و المشركين من ضمنهم هم كل الناس عباد الله جميل أقول جميل هذا فهم جميل نقول القرآن عادته الغالب في الأسلوب القرآني عباد على المؤمنين الغالب بدون ياء النسبة لا بياء النسبة أو بدون ياء النسبة بارك الله فيك أنا جايك كلمة عباد كلمة عباد جمع عبد صح كلمة عبد في اللغة العربية تجمع لها جموع نقول عبد عباد عبيد عبيد أعبد أعبد جمع قلة أعبد أفعل جميل القرآن خصص عباد للمؤمنين قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن العادة في القرآن وعباد الرحمن هي تنطبق على المؤمنين واضح معي واضح العبيد لجميع البشر ومع ربك بظلام للعبيد لجميع البشر دون استثناء عباد هذه وفي بعض المواطن تدل على الجميع لا تدل فقط على المؤمنين لماذا لماذا لأن السيق يدل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم فهل عباد الله المتقون المتقون يسرفون على أنفسهم ويجنون على أنفسهم لا واضح الكلام أولا هو يدعوهم للعودة للإيمان وردت بعد الحديث عن المشركين هل يترك الله جل شأنه هؤلاء المشركين هملا بدون راع بدون دعوة بدون نصح لا قل لهم يا محمد قل لهم يا عبادي قل تلقين صح اهتمام بالمقول اهتمام بالمقول بالجملة يا عبادي سأتكلم لك الآن الرازي أنا عجبني الفخر الرازي وكل من أتى بعده نقل عنه الإمام الألوسي الإمام أئمة كثيرون استفادوا مما قال الرازي ووضحوا العملية الإمام القرطبي قال هذه فيها عشرة أدلة على الرجاء هذه الآية الكريمة أولا قل تلقين لمحمد يا عبادي ناداهم وكرمهم وهم لا يستحقون التكريم هؤلاء المشركون الذين ينكرون إلهية الله ناداهم ليعودوا عبر عنهم بكلمة عبادي لم يقل قل يا أيها الناس أيها المشركون لا يا عبادي أضافهم لنفسي يعني كما يقول الشاعرة أو تقول ربما الشاعرة أنني دخلت في قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي نبي آه صرت أنسى شوي نعلها للشاعرة رابع العدوي لعلها أو شيء من هذا جميل حسبي أنني أنتمي إلى العباد فيقول من دلالة رجاء الآية أنه سمهم عباد والعبد ما هو مسكين محتاج يحتاجوا إلى عفو يحتاجوا إلى رحمة كلمة عبد تقتضي الرحمة وتقتضي المغفرة والمسامحة لو قال قل يا أيها الناس جنس الناس واضح أسر محمد أضافهم إلى ذاته بياء التشريف وهم مشركون وهم شاردون وهم مسرفون على أنفسهم وهو أضافهم إضافة التشريف جميل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا في حق أنفسهم وعلى أنفسهم أم على الآخرين أنفسهم فقط أنت في الحقيقة أنت أسرفت على نفسك إذا لم تصلي أنت أهلكت نفسك أنت لم تقم بما أوجب الله عليك لنصرة نفسك أن الصلاة نفعل البشر إذا لم تزكي مالك فأنت جنيت على نفسك لأن المال ستجده يوم القيامة وسيطهره ويطهر مالك إذن جناية هؤلاء حددها الله على أنفسهم سؤالنا نأتكي لنكتبة لغية أو لغوية أسرف يتعد بعلى نعم أسرفت في إنفاق المال بفيه مثلا أسرفت في الإنفاق هكذا الذي أعرف نعم لكن هنا قل أسرفوا على أنفسهم التضمين أسرفوا جانين على أنفسهم وهم يجنون على أنفسهم ضمن الفعل أسرف الفعل جنا والذي يجني يجني على نفسه واضح والإسراف واضح المعنى هذا التضمين ما معنى الإسراف الإسراف كل كل زيادة زيادة ليس في الإنفاق فقط هي ارتبطت في أذهاننا في الإنفاق كل زيادة على المطلوب فهو إسراف هي جاي من سرف الماء أعتقد إذا 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 نضح أو زاد طغى عن الحد أو شيء منها قلية ممكن لكن الإسراف هو الزيادة في كل شيء الإفراط والإسراف وعندنا التفريط والتقطير فأسرفوا ويكونوا في الإنفاق كثيرا يعني على أنفسهم في وجنوا المعاصي فعبر لهم بأن كلمة أنه تعالى أقرأ لك بالضبط ماذا قال الرازي هذه جملة عجبتني أن ضرر تلك الذنوب تعود لا تعود على أحد بل هو عائد إليهم فيكفيهم من تلك الذنوب عود مضارها عليهم جميل الأمر الرابع أو الخامس لا تقنطوا ما معنى لا تقنطوا لا تيأسوا لا تيأسوا بس هذا أسلوب النهي النهي عن القنوط هو أمر بالرجاء في اللغة العربية النهي عن شيء هو أمر بذده أي تعلقوا بالله آه تعلقوا بالله أرجوا الله النهي عن القنوط هو أرجوا الله والكريم إذا قال لك أرجوني فإنه سيعطيك إلى واحد مدير شركة كبير وزير حاكم قال لك اكتب لي رسالة سيوفي لك الله قال لا تقنطوا وارجوني عوض النهي أمره بالرجاء والكريم إذا أمرك بالرجاء فإنه سيكرمك هذا تفتح باب لا تقنطوا من رحمة الله أصل الكلام قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة صحيح أنت معي صحيح قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لأن لو أضفها لليأ هذه ضمير أضافها للفظ الجلالة حتى لك أن تقيس ما هي الرحمة التي تضاف لله فإنها ستتحقق وهي واسعة ورحمتي وسعت كل شيء فهنا إظهار بدل الإضمار لبيان سعة الرحمة واضح أستاذ محمد إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا هؤلاء الذين جنوا وعصوا يحتاجون الرحمة في البداية أو المغفرة يحتاجون في البداية مغفرة ثم الرحمة لأن المغفرة تغفر الذنوب والرحمة توسع العطاء لا هو مباشر قال لا تقلطوا لا تقلطوا من المغفرة لا تقلطوا من الرحمة الواسعة التي تتضمن المغفرة التي تتضمن المغفرة ما دليل على هذا الكلام إن الله يغفر الذنوب جميعا لم يقل إن الله يرحم العبادة جميعا هو بالبداية يريد يغفر لهم ثم يرحمهم لكن من البداية قال لا تقنط من المغفرة الله لا تقنط من الرحمة الواسعة إن الله يغفر التأكيد يغفر الذنوب الذنوب اسم جنس جمع جميع الذنوب لم يكتفي جميع حال تؤكد المعنى على فكرة أنا رجعت للبيت ولما وقفنا أنا وإياك المرة الماضية عند قوله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا تعرب حال وتفيد التأكيد سبحان الله أنا أنتقن الله بالصواب وأنت بدون ما نقول مفعول مطلق أو مؤكدا نقول حال مؤكدة للمعنى الله يحفظك نفس الكلام إن الله يغفر الذنوب جميعا حال تؤكد جميع الذنوب إنه هو كأن واحد لماذا أنت تسأل و أنا أسأل لماذا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفران جملة تعليلية لماذا يغفر الذنوب لأن من صفته الغفران و من صفته الرحمة إنه جملة تعليلية وهو ضمير الفصل كأنه يقول إنه هو الغفور الرحيم لا غيره كل هذه المؤكدات جعلت هذه الآية من أعظم آيات الرجاء سبحان الله سمحني طول تالي طيب دكتور إذا سمحت لي أنا أريد أن أقف على بعض المسائل فيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قد يفهم فاهم ويقول قائل هذه الآية لم تشمل كل الذنوب وإنما شملت الذنوب المتعلقة التي بين العبد وربه لكن إذا فيه مظالم إذا فيه حقوق فهذه لم تسعهم هذه الآية لأنه قال الله سبحانه وتعالى أسرفوا على أنفسهم أسرفوا ماذا قدرت الفعل هنا جانين على أنفسهم مقل على غيرهم أو مقل أسرفوا بشكل عام نعم ما شاء الله عليك انتباه جميل جدا أسرفوا على أن هذه آية تفتح الرجاء هل معنى ذلك إذا كان بينك وبين إنسان أخذت ماله أمان دين ولم ترده يعني لا يبرئك التوبة أن ترجع له ما الدليل؟ آية الموالية وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ أرجعوا وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ رُدُوا الْحُقُوقَ إِلَى أَصْحَابِهُ والتوبة ما هي أن ترجع الحقوق إلى أصحابها أنا قلت هذه الآية وقالها العلماء تفتح باب الرجاء والمغفرة والرحمة على مصرعي في الوقت ذاته قد يقول قائل أستاذ محمد يعتمد على الآية وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَلَا يَفْعَلُوا شَيْئًا هل مقبول هذا الكلام؟ وعد يقول يا أخي أنت تقود لباب الرجاء إن الله يغفر الذنوب جميعا لا أصلي وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَتُوبُوا إِلِيهُ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَالْإِسْلَامُ هو كُلُّهُ يعني كما قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار جميل فالكبيرة تزول بالاستغفار والصغيرة حتى وإن كانت صغيرة مع إصرارك عليها تصبح كبيرة تصبح كبيرة لذلك مباشرة أنت سختني مباشرة إلى الآية البوالية إن الله يغفر الذنوب جميعا يفتح باب الرجاء باب الرجاء شريطة أيضا وَأَنِيبُوا الدليل هو مقال شريطة قال وَأَنِيبُوا الذي قال لا تقنطوا قال وَأَنِيبُوا إذن نجمع بينهما سبحانه طيب بما أنك تحدثت عن الآية التالية كذلك هنا أفهم من هذه الآية قد يفهم فاهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم لم يحدد موعد معين لهذه الإنابة أو لهذه العودة فربما يقول قائل شخص حين سكرات الموت استغفر الله وتاب الله فانتهت المسألة ما لم يغرغر لكن الآية التي تأتي توضع من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم الموت الموت هو العذاب لأن الكافر إذا جاءه الموت جاءه العذاب كان مشركا بلى ألا أريد أن أؤكد لك على شيء هذه الآية في حق جميع الناس في حق المشركين الكافرين وفي حق العصات جيد المؤمن العاصي ألا نخاطبه بهذه الآية أيضا نقول له أحد يقول لك يا أخي أنا أذنبت ولم أصلي عشرين سنة قل لها قل يا عبادي الذين أسرفوا تعال وادخل تنطبق على المؤمنين وعلى غير عفوا على العصات وعلى المشركين لكن هل يقبل الله من المشركين دون أن يتوبوا من الشرك لا تأتي آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لذلك لا ينبغي أن نقرأ آية وحدها قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ونواصل وأنيبوا إلى ربكم وتوبوا إليه وأسلموا له بمعنى أسلموا القيادة له من قبل أن يأتيكم طبعا الشرك يغفر مع التوبة مع التوبة الإسلام يجب ما قبله بقي أن أضيف شيئا جميل جدا إثباتوا لي قل يا عبادي أحيانا تغلف لا قبل حلقتين قرأنا قل يا عبادي الذين آمنوا تقوا ربكم لما تعلق الأمر بالمؤمنين حذفها قل يا عبادي الذين هؤلاء يريدوا أن يجذبهم أكثر فأكثر فنسبهم لذاته ورفع من شأنهم حتى يفتح باب الرجال هذه نكتة ذكرها صاحب التحرير يقول لأن الخطاب هنا للذين أصرفوا لا للذين اتقوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة المشركون مظنة تطرق لأس إليهم فأتى بلياء ليرفع من هممهم العالية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا نعم إلى ربكم وما قال إلي قال إلى ربكم ذكرهم بأنه هو ربهم نسبا يعني جعل العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى جميل وأسلموا له جميل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب أنيبوا بمعنى توبوا توبوا كل الناس مطالبون بالإنابة والتوبة الفرق بين التوبة والإنابة أن التوبة تكون من ذنوب معينة وتكون خوفا التوبة تكون خوفا من العقوبة والإنابة تكون بحب تكون بحب ورجوع إلى الله يعني حياء منه وشوقا إليه هكذا يفسدها العلابة وهذا يتسق مع الأسلوب المذكور في الآية التي قد قل يا عبادي نعم فيها تطب فيها بمعنى توبوا توبة فيها حب وفيها رجاء وفيها عودة إلى ربكم رازقكم خالقكم المنفق عليكم مربيكم وأسلموا له في ماذا في كل ما أمر لكم أسلم الأمر لله تجدنا يعني أقرب إليه منك من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم الموت لماذا الحديث مع الذين أسرفوا على أنفسهم في الشرك والمعاصي هؤلاء إذا جاءتهم ساعة الموت في الحقيقة حل العذاب العذاب هنا المقصود به من قبل أن يأتيكم الموت فيؤدي بكم إلى عذاب محقق ثم لا تنصرون لا ينصركم ناصر يومها بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور لا زال الحديث متواصلا في هذه المسألة لكن نرجعه للحلقة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأشكرك جزيلا الشكر وأشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم لنا هذه الحلقة من برنامجهم في رحابي سورة ملتقانا يتجدد بحول الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر